من بين أروقة الصحف إلى استوديوهات الهواء وجدت العالمية راوية العلمي طريقها إلى الجمهور الذي لم ينسى لها مواقف تعرضت لها على الهواء دون قصد لكنها عند الجمهور ومن قبلهم الزملاء تمثل مسؤولية كبيرة بقلب بيت تحنينة في مدينة القدس كان الميلاد لأبن مؤرخ يعمل أكاديميا بمجال الهندسة وأم صيدلانية تعود أصولها إلى نابلس ولربما كان لانتقالها من وطنها الأم إلى عمان ثم إلى بريطانيا حيث دراستها الثانوية والأكاديمية دور في سقل ثقافتها اشتد الحنينة براوية إلى وطنها الأم فعادت إلى القدس وفي جريدة الأيام الفلسطينية خطت أولى أخبارها ومضت تشتهد حتى كانت صاحبة الجلالة ببوابتها إلى المحطات الإخبارية الأكثر شهرة في الوطن العربية تنقلت راوية بين محطة البي بي سي وإي بي سي إلى أن احتضنتها قناة العربية التي قدمت على شاشتها واحد من أهم برامجها وحظي بقبول جماهيري كبير وهو برنامج الطبع الأخير واصلت راوية مسيرتها الأعلامية بيد أن تلك المسيرة لازمتها فيها مواقف محرجة لم تكن تتمنى أن تقع فيها لكنها طبيعة التقديمات التلفزيونية الذي لا يسلم أحد مهما كانت درجة احترافيتها من مواقفه المحرجة كانت راوية تطمئن إلى التعليق الصوتي باعتباره أسهل من الظهور وخصوصا في فقرات وبرامج الهواء لكن رغبتها تلك لم توافق واقعها أمام الكاميرا حيث بدأت ذات يوم في تقديم فقرة إخبارية وأبدأت حركة غير مفهومة أمام الجمهور أخذت راوية تعطي إشارة ضمنية إلى المخرج وفريق العمل بعدم إظهار وجهها والتركيز على مقطع الفيديو المرفق بالخبر الذي تتلوها على الهواء وأظهرت إشارتها إنها في موقف صعب حيث كانت تريد العطس دون أن تظهر متابعوا راوية بدأوا يعلقون على مقطع الموقف المحرج الذي تم تدوره على نطاق أكبر من حجمه حتى أن زميلة لها علق بالقول الزميلة راوية في موقف محرج على الهواء اضطرت راوية إلى كتن عطسطها وظهرت أمام الجمهور كما لو كانت تقوم بتهيئة حنجرتها لمعاودة قراءة الفقرة الإخبارية ولم يكن ذلك الموقف الوحيد الذي واجهته راوية على الهواء في أحد برامج قناة العربية قرر تاقم العمل إجراء مدخلات مع المشاهير وكان من بينهم واحدة من نجمات القناة هي راوية وكانت الفقرة تتعلق بعيد الأب وما أنسأ لها زميلها عن تذكرها لوالدها حتى تغير وجهها الأعلمية لم تتمالك راوية نفسها في حديثها عن والدها وظهرت عليها علامات التأثر الذي وصل إلى درجة البكاء لدرجة أن زميلها تدخل لتهديئتها وطمأنتها وشعر بأنه تسبب في بكائها دون قصد بسؤاله لها عن والدها لم ينل سجل المواقف المحرجة من تقييم وتطيق راوية في قناة العربية ففيها قدمت برنامج صباح العربية ثم بانوراما وببساطة وكلام منطقي وفي الختام كنوا دائما على متابعة في منصتنا الملخص لكل ما هو الجديد شاركونا بتعليقاتكم